قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم أن القمامة الثلاث في الرياضة كانت تاريخية وأن خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود قائد حكيم مشيرا إلى تحقيق نتائج مرجوة وعظيمة في الرياضة وضف ترامب أنه سيعمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متعهدا القيامة بكل ما بوسعه لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف وأكد أن ولاية المتحدة ستدعم الاقتصاد الفلسطيني عبر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس